مباراة سوف تكون بنكهة أفريقية المنتخب الفرنسي هو منتخب يشبهنا قليلا في الأسلوب ومنتخب يفضل للتراجع من أجل تقديم أن يجعل الخصم يقدم دفاعاته ويتحول في المرتدة المنتخب الفرنسي في عملية البناء يعني يقوم بالبناء عبر وفران هو اللاعب الأساسي في عملية البناء ويتواصل مع غريزمان في العمق ويشكل فرن وغريزمان ودمبلي على الجهة اليمنى يعني قوة ضاربة في الرواق الأيمن ويقومون بالتواصل مع بعضهم البعض بسرعة والذهاب للعمق أي خلف خط دفاعنا مباشرة لهذا لا يجب اللحاق بغريزمان أو قمنا بالضغط على غريزمان فيجب أن نضغط عليه ونترك بينه وبيننا مطرين من أجل أن لا يستدير ويركض في العمق كما أنه في مرحلة الإنهاء يدخل المنتخب الفرنسي بثلاث لاعبين وفي مرحلة التحولات الدفاعية هو منتخب منظم خلف خط الكرة ويقوم بانتشار سليم وجيد خلف خط الكرة ومنتخب يفقد كرات عديدة في منطقة أمام الدفاع في مرحلة البناء أي في منطقة التي ينشط فيها تشاوميني أو رابيو فيجب الضغط عليهما وافتكاك الكرة ومحاولة التحول خلفهما بشكل سريع في مرحلة الدفاع فالمنتخب الفرنسي يعني يقوم بالضغط على قلوب دفاعنا والرواق أو الظهير الأيسر عندما تكون الكرة في الجهة اليسرى ما إن يعني يحصل الحارس على الكرة تتفرغ الجهة اليمنى بشكل كبير أي سوف نجد مساحات في مرحلة البناء المتأخر يعني أمام منتخب الفرنسي في جهة حكيمي أما بالنسبة لخط الوسط فهم يضيقون المساحات في خط الوسط ويقومون بتوجيهنا للجهة اليمنى حتى يقومون بافتكاك الكرة هناك والتواصل مع باببي بشكل سريع وهذه الاستراتيجية التي يستند عليها المنتخب الفرنسي فالمنتخب الفرنسي دانا سق سريع في المرتدات في الجهة اليسرى جهة مباببي ومباببي لا يعود للمساندة الدفاعية مما يخلق نقص عدد في الجهة اليسرى في مرحلة الدفاع لهذا فنجد سوف نجد مساحات ما بين ما بين المدافع الأيسر وسوف يمكننا أيضا التسديد من بعيد أمام المنطقة سوف نجد مساحات أمام المنطقة وبالضبط أمام المدافع الأيسر والمنتخب الفرنسي يلعب بريتم سريع في المرتدات ويسرع الرتم بشكل كبير بعد أن يكون بطيع في الثالث الأخير من الملعب عندما تصل الكرة لغريزمان أو مباببي وبهذا نحن نتوقع أن المنتخب الفرنسي سوف يقوم بمباراة متوازنة يعني لن يخاطره هو أيضا وسوف يقوم بتأمين يعني خط دفاعه يعني بشكل كبير في مرحلة الهجوم أي سوف يلعب بتوازن وسوف يحاول أن يترك لنا القرى ويسحبنا لنلعب يعني ونقدم دفاعاتنا للمنتصف حتى يستفيد من المرتدة ولا أعتقد بأن سيد وريد رقراجي بأنه سوف يسمح بهذا وبهذا نتمنى التوفيق المنتخب الوطني المغربي وأن يكون مركزا وأن يؤمن بحضوظه يعني بما أنه وصل للمنتصف أو نصف النهائي فهو ضمن الأربعة وهو الذي أحض 25% من أجل الحصول على كأس العالم كباقي الفرق ولما لا يعني أن نخلق المفاجأة إن شاء الله وأن نتوجه بك أس العالم إن شاء الله وما تنسوش تابنوا معنا فلاشين واتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي